جهاز حمية المستالك وهو من أصغر الأجهزة الرقبية في مصر في أربعة أيام عامل 4358 حملة الناس مكتش بتنام هو الجهاز اللي حضرتك بتقول لي أصغر واحد ده ده من أكتر الأجهزة التي تؤثر على حياة المواطن بشكل يومي بالضبط فنزلنا حملات للأسف وعمري ما كنت بفخر بعدد المحاضر اللي بعملها عمر راضي للأسف 777 محاضر في أربعة أيام تمام ليه؟ لأن فيه التاجر منفلت التاجر الحرب اللي هو عايز يوظف الأزمة في صالحه غير مسموح وغير مقبول ولن يترك والحقيقة جهازنا يمتاز بعقوبات غليظة يمكن اللي ما عندناش عقوبات حبس الحرية أو يعني متقييد الحرية متقييد الحرية الحبس يعني من استخدمها شغل في مادة واحدة اللي هي حبس السلع استراتيجي فقط اللي مجرمة فيها تقييد حرية اللي هو بيخزن الحاجة ويحجبها عن السوق دي عقوبتها لا تقل عن سنة سجن و 2 مليون جنيه غرام أحسن أحسن أنا متفق معك لأن الحقيقة اللي في ظرف زي ده يحجب سلع عن التداول عشان يغالي في سعرها أنا آسف إن أقول ده مجرم طبعا على طول طبعا أنا وزارة التموين بتشتغل مع أنا كل الأجهزة الرقابية الحقيقة بص أنا عايزة أتمنى للناس الدولة في حالة استنفار رهيبة رهيبة يعني ما شفت الحزين والله العمامة على رئيس البارح قلتوا ده اجتمع حرب على الجاشعة إحنا في حالة حرب والدولة في حالة استنفار المواطن لابد إنه يهدأ تماما ويطمئن خصوصا إن الدولة بتعرف تدير أزمات الدولة بتعرف تدير أزمات وجربنا مرة و 2 و 3 بالضبط فالشك وأي حد يحاول يسرى بالشك للمواطن إن الوضع اللي إحنا فيه ده حيستمر لا وأبسط شيء أقوله لحضرتك يوم كان كيلو السكر بـ 18 جنيه وكان ببعزة المخدرات يعني شكرة واللي يعرف يجيب سكر النهاردة وصلنا السنة اللي فاتت كيلو السكر كان بـ 6 جنيه ونص واش لقيين اللي ياخده كان بإيه بصدفة من 18 نزل لـ 6 السنة اللي فاتت كان بـ 6 جنيه ونص السنة دي ارتفع لـ 8 جنيه ونص تمام بلاش السنة اللي فاتت أو نهايات السنة اللي فاتت مش الموسم اللي فاتت لقبليه الرز وصل لـ 17 جنيه السنة اللي فاتت طن الشعير كان ببعها بـ 3000 جنيه ونزل بس زي بصدفة لا 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 فيش صدف خالص فيه إدارة في إدارة لا إدارة جدة إدارة جدة بتشتغل من قمة للأسفل ومن الأسفل للقمة بمعنى إيه فيه لقاءات على مستوى مع كل الشركاء سميهم الشركاء المحترمين وتوجيهات واضح حبس سلعة محاولة استغلال الأزمة محاولة كذا غير مقبول وغير مقبول دي مفهومة بالنسبة لللاعبين الكبار ومن أسفل الرقابة شغالة على التاجر التجزئة الصغير وعلى كذا اللي بحاول يخزله شكرتين ولا طن ولا ولا أو مخبز أو 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 في إدارة أنا يمكن عايز نستفيد من الحلقة دي استفادة تاني أهم حاجة أبقى عندي ثقة أهم حاجة يكون عندي ثقة وارتاح عشان ما نعملش الزحمة اللي قدام عربية الإسعاف مش عايفة توصل قليك متطمن ما إنه تماما